بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله إخوتي مشاهدي ومتابعي برنامج نوازل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذه الحلقة هو موضوع المتاجر الإلكترونية التجارة الإلكترونية موضوع جديد وحديث صدر فيه معيار شرعي من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية العيوفي إذا تحدثنا عن المتاجر الإلكترونية باعتبار أننا نتحدث عن الدكاكين التي تسمى متاجر إلكترونية لعرض التجارة فيها والتسويق والتعارف مع الباعة والمشترين فإننا نقول إن هذه أمور فنية محايدة تقنيا لا بأس بها وإنما الحكم ينصب على طريقة التعامل فيها من حيث البعد عن الغش وعن التدليس وعن الكذب فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنهما صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما كما في حديث الصحيحين والنحذر كذلك من أن تكون المادة المعروضة المادة المباعة المادة التي نشتريها ونبيعها أن تكون مما يحرم شرائه أو يحرم بيعه أن تكون نجسا نحذر أن تكون نجسا ونحذر من أن تكون محرما أو أن نبيعها بعقد من العقود التي لا تجوز أن يكون في بيعها ربا أو غرر أو أكل لأموال الناس بالباطل أو ظلم فالتجارة الإلكترونية إذن أو المتاجر الإلكترونية أمر تقني محايد نستفيد منه ولكن علينا أن نعمره بما هو جاهز طريقة للعرض مصداقية وشفافية وإفصاحا وابتغاء أيضا للحلال الطيب للمتاجرة فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة